لو قتل مجاهد مجاهدا أثناء المعركة لسبب شخصي أو لأنه تأول كفره أو ردته أو خيانته ليس للمجاهد أن يفعل ذلك وقد قال الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ حتى لو رأاه كافرا أو رأاه خائنا نعم ليس ذلك له لأن هذا ليس هو الذي يقيم الحدود أو يحكمه وليس قاضيا هو مجاهد ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحدتاه جبريل فأخبره أن الحارث بن السويد بن الصمة هو الذي قتل المجذر بن ذياد رضي الله عنه وموحد هذا بالوحي فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لمحمد بن عباد بن بشر نضرب عنق الحارث قال الحارث على ما يا رسول الله فوالله ما نافقت ولا شككت في ديني فقال لا أقتلك كفرا وإنما أقتلك بالمجذر بن ذياد فقد قتلته فقال أشهد أن لا إله الله أنك رسول الله فوالله ما رأى أني أحد حين قتلته وإنما قتلته ثارا بأبي فقد قتله في حرب البعاث فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يرجع في ذلك إلى المحاكم الميدانية اليوم مثلا نعم لا بد أن تشكل محاكم وأن تكون هذه المحاكم أيضا تأخذ بالأحكام الشرائية وبالسياسة الشرائية وبالأخلاقات أخلاقيات المجاهدين ترجمة نانسي قنقر